السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن القرنفل من الأعشاب العطرية المهمة التي تساعد في علاج أمراض عديدة وعادة يضاف للشاي وبعض الأطعمة إلا أن مضغه جيدا في الصباح الباكر على الريق أفضل بكثير وذلك لأن مضغ القرنفل وتحمل مذاقه الحار قليلا على الريق يساعد على الاستفادة الكاملة من القرنفل يفضل الكثير من الأشخاص تغيير رائحة نفسهم الصباحي بمضغ حبة من القرنفل التي تمنحهم رائحة زكية ونفسا منعشا لكن تأثيرها تعدى ذلك بكثير وشمل الجسم بأكمله فما هي تأثيرات مضغ مصمار من القرنفل على الريق وهل له فوائد على صحة الجسم؟ ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يساعدنا كثيرا تابعونا تحتوي حبات القرنفل على قيمة غذائية مهمة أبرزها الألياف والفيتامينات والمعادن كالحديد والأمناح المعدنية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والسوديوم ومجموعة من المركبات المهمة للصحة كمضادات الأكسدة تختلف طرق تناول القرنفل سواء على شكل مصحوق أو مغلي أو حتى مضغ حباته القوية الطعم والرائحة وهذا ما سنتحدث عنه في هذا الفيديو فوائد مضغ مصمار واحد من القرنفل على الريق يوميا عندما يتعلق الأمر بأوجاع الأسنان يعمل القرنفل كعلاج طبيعي جيد وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة وتساعد على تقليل التورم حول الأسنان المصابة وتخفيف الألم بالإضافة إلى ذلك يعمل كمطهر ليساعد على مكافحة العدوى في المنطقة المصابة ومنعها من الانتشار القرنفل مفيد جدا في التخلص من رائحة الفم الكريهة فهو يقتل البكتيريا التي تسبب هذه المشكلة بالإضافة إلى ذلك يساعد في تنظيف البكتيريا والمواد المتحللة من اللسان والحنك والجزء العلوي من الحل ولديه الصفات العطرية القوية التي تساعد أيضا في مكافحة رائحة الفم الكريهة ببساطة يمكنكم مضغ القرنفل وبنطف لبضع الضقائق وستزور رائحة الفم الكريهة بسرعة يساعد القرنفل على تهداد الأعصاب والتخلص من التوتر النفسي والضغط العصبي الذي يسبب القلق للكثير من الأشخاص ويساعد على تحسين الحالة المزاجية وهو من أكثر العلاجات للتخلص من الاكتئاب وتحسين الحالة النفسية يساعد القرنفل على التخلص من البيروسات والبكتيريا التي تصيب الجسم وذلك لأنه يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسادة والتي تساعد في تخليص الجسم أيضا من السموم إن المركبات المفيدة في القرنفل تساعد في تعزيز صحة الكبد قد يكون مركب الأوغينوول مفيدا بشكل خاص للكبد ويقلل من الالتهاب ويقلل من الإجهات الدأكسودي المركبات الموجودة في القرنفل تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة حيث تبين أن القرنفل يساعد في زيادة امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا وزيادة إفراز الأنسولين وتحسين وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين يعتبر القرنفل من أهم المواد الطبيعية التي تساعد على مد الجسم بالطاقة والنشاط وهو خير منشط للدورة الدموية وضبط معدل ضغط الدم أيضا يساعد القرنفل على تنشية الذاكرة والوقاية من الأمراض التي تصيب الدماغ والتي من أشهرها مرض الزهايمر يساعد القرنفل في القضاء على الغثيان الصباحي والقيء بسهولة وفعالية بسبب خصائصه العطرية والمهدية خلال الفترة الصباحية تكون أحماض المعدة مرتفعة وبتناولك لحبة من القرنفل ستتخلص من السموم التي تتمركز في الجهاز الهضمي ونظرا لخصائص القرنفل الكثيرة فهو طارد للريح ومانع لتكوين الغازات ومخفف الانتفاخ البطن ويساعد على تعزيز عملية الهضم من خلال تعزيز إنتاج الإنزيمات الموجودة في الجهاز الهضمي كما يساعد أيضا في استرخاء البطانة الناعمة من الجهاز الهضمي وبالتالي يخفف من القيء والإسهال والغازات المعوية والتهيج وألام المعقة نظرا لخصائصه المضادة للالتهابات والمسكنات يمكن للقرنفل التقليل من الالتهاب وتخفيف ألام المفاصل وألام العضلات كونه غني بالكالسيوم والأحماض الدهنية أوميغا 3 والحديد ويحسن أيضا من قوة المفاصل والعظام القرنفل فعال جدا للجهاز التنفسي فهو مضاد للجراثيم وله خصائص مضادة للالتهابات ويمكن استخدامه لعلاج نزلات البرد وانسداد الأنف والتهاب الحلق والالتهابات الفيروسية مثل الربو والسل والتهاب الشعب الهوائية وحتى الجيوب الأنفية وجد أن الأوغنون الموجود في القرنفل له خصائص مضادة للسرطان حيث أنه يعزز بشكل فعال موت الخلايا السرطانية في عنق الرحم إذا كان لديك صداع بسبب التوتر أو الصداع النصفي أو البرد فالقرنفل يساعد في التخلص منه بسرعة بسبب احتوائه على خصائص تخفف من الألم ومضادة للالتهابات بالإضافة إلى ذلك فإن خصائص التبريد وتأثيره المهدئ يساعد في تخفيف الألم دمتم سالمين ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته